السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وبيحصل عند تسعين في المية من الناس بنلاقي في اثناء الليل في قدم بتتشنج او بشد عضلي بنلاقي في رجل عندنا واحنا نايمين بحتى ممكن تصحينا من النوم من التشنج وخاصة بالليل وخاصة للي بيتبعوا نظام الكيدر وده بنسميه تشنج الساق الليلي ولو بحثنا عن السبب مش هنجد عنه تفاصيل كتيرة لانه حتى الان غير معروف السبب الحقيقي وراء التشنج اللي بيحصل للساق خاصة اثناء الليل النهاردة هنتكلم وهقول رأيي في الموضوع ده والنتائج اللي تنوصلت ليها الابحاث في موضوع تشنج الساق وخاصة للناس اللي بيتبعوا نظام الكيتو او للناس اللي ما بيتبعوش النظام بس بيحصل لهم تشنج شديد التشنج هو في الاساس مشكلة في الالكتروليد اللي بنسميها الشوارد وهي المعادن اللي بتبقى موجودة في جسم الانسان وليها شحنات كهربية بتساعد على الاتصال ببعض اجزاء الجسم وخصوصا العضلات والاعصاب وبتساعد على دفع السائل داخل وخارج الخلية زي الكالسيوم والماغنيسيوم والبوتاسيوم واهم المعادن المرتبطة بحدوث عملية التشنج هما البوتاسيوم والماغنيسيوم فاعراض نقص البوتاسيوم بتتشابه لحد كبير جدا مع اعراض نقص الماغنيسيوم وللعلم الماغنيسيوم هو عامل مساعد بمعنى ان هو بيدعم اكتر من 300 انزيم عشان كده هو مرتبط بكل ما له علاقة بالاعصاب والعضلات حتى عضلة القلب هو مرتبط بيها وهو بيولد طاقة في الخلية اسمها اي تي بي وفي حالة احتياج الانسان للماغنيسيوم هي يظهر عليه اعراض نقول ان هو محتاج للماغنيسيوم هتتمثل في ايه الاعراض دي هيكون حاسس بالتعب وضعف في العضلات ورعشة خفيفة واضطراب في ضربات القلب كمان نقص بيعمل نقص في البوتاسيوم يعني نقص الماغنيسيوم هيسبب لنا نقص في البوتاسيوم اللي موجود في الدم وعلى كده نقص الماغنيسيوم ممكن يؤثر على مستوى البوتاسيوم في الجسم وكمان هيعمل فقدان للشاهية وزي ما قلنا طبعا بيعمل شعور بالضعف العام اما البوتاسيوم اعراضه متشابهة فهو بيتحكم في طاقة الخلية وليه علاقة بدخ الخلايا في الداخل والخارج وليه علاقة كمان بالاعصاب والعضلات والنوم على كده المعدنين الماغنيسيوم والبوتاسيوم ليهم علاقة بتهدئة الجسم والشعور بالراحة لان هم مرتبطين بقدرة العضلات بالقدرة العضلات على الاسترخاء التام وعدم التشنق طيب هنلاقي في اسئلة عن سبب حصول التشنق خاصة مع اتباع نظام الكيتو اللي بيحصل خاصة بالليل بنلاقي حدوث تشنق في الساق في نظريات بتقول عن سبب حدوث التشنق خاصة ليلا ومش بالنهار هنتكلم الاول على ايه اللي ممكن يحصل مع اتباع نظام الكيتو في البدايات في البداية الجسم بيحتاج الى البوتاسيوم والماغنيسيوم وخصوصا للاشخاص اللي تحولوا لنظام كيتو بعد ما كانوا بيتناولوا كمية كبيرة من الكربوهايدرات وحياة طبعية وبتناولوا كمية كبيرة من الطعام فكميات الكبيرة من الكربوهايدرات بتقلل من امتصاص المعادن واول ما بيتنقلوا لنظام الكيتو او الصيام المتقطع بيلجأ الجسم للمخزون الاحتياطي اللي هو اصلا قليل في الجسم فده هيؤدي الى نقص المخزون اللي موجود في الجسم عشان كده انا انصح دائما بتناول البوتاسيوم والماغنيسيوم ويكونوا متوفرين بكميات كبيرة مع الاكلات بتاعتنا وطبعا الاغذية المتوفر فيها البوتاسيوم والماغنيسيوم بكميات كبيرة هي الاوراق الخضراء طب ليه الاوراق الخضراء لان الاوراق الخضراء بيكون فيها الكولوروفيل اللي بيحتوي على المغنيسيوم والبوتاسيوم ولازم نخلي بالنا ان تناول كمية كبيرة من الاوراق الخضراء ممكن يعمل لنا ارتباك في الامعاء وده للناس اللي عندها مشاكل في الامعاء لكن لو ما فيش مشاكل عندها تتناول الاوراق الخضراء بالكمية المناسبة طيب في سؤال دلوقتي هل اتناول الاوراق الخضراء دي نية ولا ستية ولا مطبوخة في رأيي تناوله نية ومطهي مفيش فيه فرق لان التسوية بتزيد من المغزيات النباتية ومن ناحية تانية تناوله نية بيساعد على تنشيط الانزيمات في الجسم وبالنسبة للمعادن فان التسوية على البخار اللي هي السوتية مش بيقلل من المعادن بس ده في حالة لو ما خرجتش على المية بيكون بيستوي على البخار وتناوله مع الشربة كده هيقلل امتصاص المعادن والطهي بيقلل نشاط مضادات التغذية هنتكلم عنها في فيديو منفصل عن مضادات التغذية وعلى كده عند طهيه على البخار هيكون اسهل في الهضم طيب في حالات خاصة مع نظام الكيتو وتناول الاوراق الخضرة ومع ذلك بتفضل في تشنجات بيرجع السبب علشان نسبة الاملاح بتكون عندهم مرتفعة جدا فلما بتزيد نسبة الملح بيحصل خلل في توازن الاملاح في الجسم فبيؤدي الى حالة حدوث تشنجات مع تناول الخضار الوراي هنعمل ايه في الحالة دي هنخفف كمية الملح في الاكل عشان يحصل توازن في املاح الجسم طبعا الملح البحري اللي هو الهما لايه افضل من ملح الطعام دي معلومة هامة حابة ااكد عليها ان الملح بلخبط توازن المعدنين اللي هما البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم واخر سبب هنقدر نتكلم عنه من اسباب التشنج هو انخفاض نسبة الحموضة في الدم احنا تكلمنا في فيديوهات كتيرة عن نسبة الحموضة في الدم لان الدم لازم يكون قلوي قليلا ولكن لو الدم اصبح قلوي بنسبة عالية هيزهر اعراض زي الرعشة رفت العين رعشة اليد التشنج وده سبب تاني لحدوث التشنج على كده ننصح بشرب خل التفاح مخفف بالمية اثناء النهار لانه هيساعد على تقليل نسبة القلوية في الدم الى المستوى المناسب وامتصاص المعادن بشكل افضل زي الكالسيوم وعلشان نخلي المعادن القلوية تمتص في الجسن بطريقة افضل لازم يكون نسبة الحموضة اللي هي البي اتش في الدم بتكون مناسبة ونخلي بالنا اللي عنده مشكلة في المعدة تناول خل التفاح مع المية هيسبب له مشكلة كبيرة باختصار تناول كمية كبيرة من الخضار الورقي لو مش يعمل مشاكل في الجهاز الهضني مع الحصول على الكمية المناسبة من الملح مش كمية كبيرة مع تناول خل التفاح لو ما فيش مشكلة في المعدة كده هنتخلص من التشنجات تماما شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته